بولك يا سلمة لما تجيب الفصول تخليها معايا ليه؟ يعني أشيلهم معايا أقمن وبعدين برضو محدش عارف إحنا هنقابل إيه هناك؟ طب ما هم معايا وأنا وإنت مع بعض ولا أنت هتسبني وتمشي؟ هتسبك هروح فين؟ بس برضو مش فهم يعني إيه المشكلة لما الفصول تبقى معايا؟ في إيه موكوس؟ انت عملت لفه وتدور حوالين الكتاب الفصول دي هتفضل معايا أسلم آخر فصل الطمعان يسلمني عمر نخلص بقى طمعان مين؟ طمعان مين اللي تدير الفصول؟ هو أنت فهمها بعد ما وقفت قصاده تهديديه هيفضل على الاتفاق اللي بينك وبينه؟ ما أنا ما عنديش حل تاني وبعدين أنت مش سمعت أبو القنوف وهو بيقول إن دي الحاجة الوحيدة اللي ينفع نساومه بيها؟ هو أبو القنوف ده بيفهم؟ ده واحد قضى نص عمره هو محبوس وبعدين ما قوت القلوب قالتها الكتاب ده ما نفعش يوع فيه الطمعان انت عارفة ده معنى إيه؟ معناه إنه هويحكم الممالك كلها وساعتها ما حدش هيقدر يوفق صاده يعني أنت جيت معايا عشان تمنعني أوصل الكتاب لطمعان؟ وإيه الغلط في كده؟ أنا الورس الشرعي والكتاب ده من حقي وبعدين أنا مش هبقى زي طمعان أستخدم الكتاب ده في الشر ثانية واحدة عشان أنا مش فهمة دلوقتي يعني أنت جيت معايا عشان تبقى سلطان؟ مش عشان أنت خايف عليا؟ ولا عشان معجب بيا؟ يعني أنا فهمت غلط؟ لا أنت مافهمتش غلط وأنا فعلا خايف عليك ومعجب بيك معجب بيكي؟ سليمة أنت فهمة كويس أو أن الموضوع أكبر من كده بكتير بس في أولويات طيب يا موقوس أنا بقى أولوياتي عمر مش عايز أسمع ولا كلمة تاني أنا مشي مشي فيني؟ أنت مش فهم حاجة مش عايز أفهم من فضلك ما تجيش ورايا أنا هكمل لوحتي أستاذ يا سليمة فيه؟ سيبني أنا مش محتاجة حد هو نقيبة حارب أنا مش محتاجة حد والكلام ده جد وبعتمد على نفسي أقوتني التجارب أنا أشكع وحدة لأ والأقوى والأشد وفيها إيه؟ الواحد يا ما عدا في الحياة ديه؟ تعب صبرشة في العبر قدام عينيه؟ وبقول ليه نفسي إجمديه أيوة إجمديه تتهزي ليه؟ عادي فيه حاجات كتير بتروح وترجع والدربة بتقويني بزت لما توجع وأنا كل مادة ببقى أجمد ببقى أشكع والنتيجة وقفة بينك وهيه؟ عادي فيه حاجات كتير بتروح وترجع والدربة بتقويني بزت لما توجع وأنا كل مادة ببقى أجمد ببقى أشكع والنتيجة وقفة بينك وهيه؟ عادي فيه حاجات كتير بتروح وترجع والدربة بتقويني بزت لما توجع وأنا كل مادة ببقى أجمد ببقى أشكع والنتيجة وقفة بينك وهيه؟